لو عاست عملي حاجة حلوة في دقيقتين ومش مكلفة وفي تفصل وقت نتيجتها بتطلع ماكينك حاية من اول مرة وكمان هتتنسف بسرعة جدا يلا بينا السلام عليكم ازايكم وعملين ايه رب اكونوا بخير عنا اعمل بقى معاكم حاجة حلوة سريعة اوي هتجيب بقى لفة جلاش وشوات مقصرات اللي موجود عندكم متوافر اي انواع مقصرات اخلطيهم كده على بعض وجهازي معانا طبق كده وهذه لفة الجلاش تكون طازة معاكي وهستيحي مع علاقتين سمنة كبار كده يكونوا جنبك عايز تحطي معاها قطعة زبدة تمام ومعاك الفرشة هناخد ورقة ورقة هي الورقة ما شاء الله كبيرة يعني فهي كويسة اوي عشان هنلفها بقوم بالفرشة هي بغط الفرشة مرة واحدة بقوم مسحة بالسمنة وبحط كده شوية من المقصرات في الاول زي صف كده برضو المقصرات تحط كمية معقولة مش قليلة اوي ومش كتيرة تكون اوفر يعني فحاجة بسيطة كده برضو عشان كل صابع يكون ايه الحشوة المتواصلة معاك بحط كده في الاول او زي ما انتو شايفين كده وبقوم برمة كده وانتي بتبروم كده حاولي بقى ترول حل عشان ما يبقاش من بحبح ويفك معاكي يعني بنحاول يكون متماسك كده ورفيع الى حد بما يعني تمام بقالفه كده وجنب السنية طبعا اللي هسوي فيها ده هنا برضو مسحة سمنة بسيطة واللي بلفها امحطها على طول ما بيخدش معاك اي وقت على فكرة يعني مش هنقول ان احنا عشان بلف فياخد وقت لا الورق مفروض قدامك والفرشة معاكي الفرشة مرة واحدة بنمسحة ونحط الحشوة الحشوة دي ممكن تكون برضو بسبوسة ممكن تكون البلح اللي هو ببقى الرطب او البلح الطمر بتاعنا ده ممكن تقطعي كده وتحطيه او المقصرات او ممكن تسيبها فاضية اصلا عادي يعني تلف فيه كده على الفاضي وبقى كده بتسيب الشرباط هو اصلا برضو اللي احنا بنجيبه جاهز ساعة ببقى جاي جلاش كده مقرمش ممفروش اي حشوة يا لو انت عايزة سيادة عايزة بحشوة اي حشوة انت بتحبيها خلاص بس احنا الحشوة المقصرات دي ببقى اي المفضلة او المتعرف علينا خلاص خلصنا كده اوه زي ما بقول لكم كده واحدة واحدة كده مبراحة الحشوة والورقة قدامي لفها رول خلاص زبطت الصينية ومالتها وبعد كده هجيه برضو فرشة من الثامنة كده على الوش برضو عشان احنا طبعا دهنين الثامنة من جوه بس من جوه ورقة الجلاش فاللي برده ده اللي منففها على بره بعلوش حاجة فبرده بالفرشة كده حاجة بسيطة جدا همسح وبعد كده هقطعه قبل ما ادخل الفرن هقطع من نص الاول وبعد كده على اربعة بقى الواحدة كده متقطع معي اربعة الفرن شغال دخلتو بيا اخد برضو مفيش عشر دقايق يعدوب اول ما يستويه طبعا نكون جاهزة الشرباط معي بارد اللي هو كوبايتين سكر كوبايتين مياه عصرة لمونة بسيبه يغلي لمدة عشر دقايق وبعد كده بطفي وحط زرف من الفانيليا طبعا نسيبته يبرد الاول الشرباط وبعد كده بدأت في عمل الجلاش يعدوب اول ما استويه سايته بالشرباط ما شاء الله مقرمش وجميل قوي وبيطلع معاك ناجح والكل هيحبوا جدا بالذات لو وصلنا بتاعتك كده من الطعمها وارحتها حلوة وباكل فانيليا بالهنا والشفا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتصالوا عناب في الكومنتيات اشوفكم على اخير فيديو جديد وسلام عليكم